الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سعي ليقول أعمل شرطيا للمرور وقد وقع حادث مرور مميت وتدخلت بحكم عملي والحمد لله وفقني الله تعالى لإنقاذ عائلة بأكملها قبل انفجار السيارة وبعد أيام زارني الرجل مع أهله في بيتي وأقسم علي أن أستلم منه بعض الهدايا ومبلغا ماليا هدية لي وهدايا لزوجتي وأطفالي ومهما حاولت إفهامه أنني لم أقم إلا بواجبي إلا أنه أصر وأقسم وألحى ولم أجد بدا من قبول هديته وأخشى أن يكون أجري عند الله تعالى قد ذهب قد ذهب هباء منطورا آفدني يا سيدي هل ذهب أجري عند الله بقبولي لهذه الهدية الله أكبر الله أكبر الله أكبر على هذا الشرطي الله أكبر على هذا الشرطي والله حمرت وجل إسلام الله يعمر داركم بالخير والبركة اللهم أحفظهم بحفظك اللهم أسترهم بسترك اللهم أجعلهم تحت حمايتك اللهم أرزقهم الخير والبركة في زوجاتهم وأولادهم وبنتهم هذا الشرطي هذا يجوز تسميه الشرطي يعمر الفم هذا والله أسأل الله أن يحفظك فوق الأرض ويحفظك تحت الأرض ويحفظك يوم العرض سلك عائلة بأكملها من الموت ولكن هذه العائلة أو فياء وطيبين ومشيناك كارين تعال خير راحوا لدارو وهداولو هدايا ليهلمرتو أعطالو مبلغ مالي بألك باش يجيب عمره ولا باش يصرفوا له الشرطي قال لك هل حسن منه ما قداش يقولوا لا لا راجل جاهل الدار معه مرتو يحلل ليحلل شد عليه باش ما يتحرج هذا الرجل وما تحرج زوجته قال لك هل الأجر انتعي عند الله أو راح كي قبلتها لهذه هدية لا يا أخي هذه هدية وليست رشوة هذه هدية يجوز أن تقبلها وأجرك عند الله عظيم عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واش قال إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف يعني مش انت لطلبته مش انت لحبيته مش انت لراضي به جاءك بدون إشرافي نفس من عندك ولا سائل فاخذه فاخذه وما لا وما لا فلا تتبعه نفسك رواه البخاري يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إذا جاءك مال بلا ما انت طلبته بدون إشرافي نفسين بلا ما عندك رغبة انت كي كنت تسلك فيه من الموت هذه تقيقة كنت تتخمن بالإنسالك ويخلصني مستحيل كانت فيه رأسك انت شفت خوك سيارة تعوري بدأت تشعل اصدمت خرجت الراجل سلكت العائلة وبعدها انفجرت السيارة مستحيل في هذه تقيقة كنت تقول نخرجه ونقوله وعطيني دراهم إذن انت قديت وجبك لوجه الله لوجه الله مشي على جل الدراهم الدراهم هنا قاما دخلهم الراجل برحمة ربي جاء كرمك يا جوز هذا من باب الكرم كي ما يديروا بعض الرجال كي مرتو تولد زيد كي يروح يقول له بالبركة عليك أي مرتك سلكت يبدأ يمدل للك القابلات يمدلهم مية ميتين يا جوز هذا من باب الكرم ما عندوش علاقة مع الرشوة ولا أكل أموال النسبي الباطل ما لم يطلبوه ما دام ما طلبوش يا أخويا روحت للبلدية والخدمت على البلدية قام بيا قام بيا بلا ما ما قال ليش أعطيني دراهم قام بيا خدم خدمت ومشا الله أنا أكرمت يا جوز ما هوش حرم فهمتو ألا ما فهمتوهاش الحماية المدنية جاءت الحماية المدنية طفا والنار انت أحب يتكرمهم قال ن دلكم فطور يا جوز ما هو رشوة ما هو حرم هذا من باب الكرم وكاي الناس أو تخلط لهم الكرم مع الرشوة الرشوة واشنوه هي السمعهم لي حبس وقع حبس خلاص تدفع مال باش تدي حقه فولان هذه رشوة تدفع مال باش تدي حق إنسان هذه رشوة أما تكرم إنسان فهذا من باب الكرم هذا ليس حرام وليس رشوة ولا شيء عليك سائل يقول دفعت لأمي ثمن الحج وأنا لازلت لم أذهب إلى الحج فقيل لي حجها لا يصح وباطل لأنك أنت لم تحج فما هو الصحيح في المسألة الصحيح أنه على هذا المفتي أن يسكت وعليه أن يتعلم وعليه أن يسأل أنت يا ما حجيت وعندك درعهم أعطيت لي مك باش تحج حجها صحيح وما هوش باطل وماشي لازم أنت تكون حجيت باش تخلص لي مك حجة وماشي لازم أنت تكون جبت عمرة باش تخلص لي مك عمرة هذا المفتي تخلطط له المسألة بين إنسان أو رايح إلى الحج وبين إنسان يخلص الحج الواحد إذا يمك ماتت رميتها الله يرحمها وإن ترك حجي بحجة على يمك هنا لازم تكون حجيت على نفسك حجة عن نفسك ثم حجة عن شبريمة النبي عليه الصلاة والسلام سمع واحد يقول اللهم حجا عن شبريمة اللهم حجا عن شبريمة قالوا شكون هذا شبريمة قالوا مات خويا ولا بابا قالوا مات قالوا هل حججت على نفسك قالوا لا قالوا حجة عن نفسك ثم حج عن شبريمة إذن إنسان وحي حج باش يهدي حج لي مه هنا لازم هو يكون حج أما إنسان ما راش للحج عنده مال حبي يبعطي مهل الحج إياه جوز وحجها صحيح وأنت أجرك عند الله عظيم وستنفعك دعواتها إن شاء الله انت أن بكي مكدوك كنت ستحجها راح تنساك راح تدعي لك في الكعبة في مازمزم في الصفر والمروة في مزدلفة في عرفات يعني في طواف القدوم في طواف الإفاظة في المدينة المنورة وتسلم على رسول الله يا رسول الله فلان بن فلان يسلم عليك والنبي عليه الصلاة والسلام ثابت أنه يسمع السلام من سلم عليه ويرد عليه يعني كين حاجك ما هذه والله راك دات حاجة مليحة راك الحمد لله ليربي وفقك وابعت يمك إلى الحج شوف قالوا لوليلة حجها لا يصح الله يهديكم ويتوب عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة